اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اتذلك فيما تحدثت وكالة فرانس بريس عن اطلاق الجيش الصيني مقذوفات باتجاه مضيق تايوان في عضون ذلك قالت القوات المسلحة تايوانية انها تستعد للحرب لكنها لا تسعى اليها الى ذلك اعلن الجيش الصيني انهاء عمليات اطلاق نار في الجزء الشرقي من تايوان وذلك بعد بدي الجيش اكبر مناورات العسكرية في المنطقة وتواكد بكين ان هذه التدريبات هي اجراء ضروري وشرعي على حسب قولها بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي للجزيرة مضيفة انها تهدف الى محاكاة حصار تايوان من خلال هجمات من البحر وضرب اهداف على الارض وسيطرة على المجال الجوي من جهتها اكد مصر المقرب من الجيش التايواني ان نحو عشر سفن صينية عبرت خط المنتصف الفاصل بين الجزيرة والصين ومن واشنطن قالت المتحدثة باسم البيت الابيض كارين جامبيير انه لا توجد اي اسباب لتحول لصين زيارة رئيسة مجلس النواب الامريكية نانسي بيلوسي لتايوان الى ازمة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في غضون ذلك تعاهدت رئيسة مجلس النواب الامريكي نانسي بيلوسي ونظيرها الكورية الجنوبي بدعم الجهود المبذولة للحفاظ على قوة ردع قوية ضد كوريا الشمالية وتحقيق نزع سلاحها النووي وعربت بيلوسي ورئيس برلمان كوريا الجنوبية كيم جين بيو عن مخاوف واشنطن وسول من تطور التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية بساخذاتها كدت كوريا الجنوبية ان بيلوسي ستزور المنطقة الحدودية بين الكوريتين لارسال رسالة قوية على رفض واشنطن لسلوك بيونج يانج وستكون بيلوسي أعلى بسؤولي أمريكي يزور المنطقة بعد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي التقى بالزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون هناك في عام 2019 المقابل قالت كوريا الشمالية أنها لن تتهاون مع اتهامات أمريكا لبرنامجها النووي متهمة واشنطن بأنها محور انتشار الأسلحة النووية معنا من القاهرة الباحث في الشوان اللاسيوية أحمد قندين سيد أحمد أهلا وسهلا بك إلى هذه النشرة ما الذي تريد بيلوسي إرسالها ومن رسائل خلال هذه الجولة اللاسيوية الاشكالية الأولى في تايبيه والآن حديث عن تطورات لافتة في سول ومواقف من بيونج يانج أعتقد أن هناك نظرتين أو نظريتين حول ما تهدف إليه بيلوسي من هذه الزيارة النظرية الأولى ترى أن هناك توزيع أدوار ما بين أطراف الإدارة الأمريكية الحالية من أجل بدء تطبيق استراتيجية احتواء الصين استراتيجيا وعسكريا وفي هذا الإطار جاءت رسالة قوية من الولايات المتحدة للصين وقوريا الشمالية بأن الولايات المتحدة سوف تكون عازمة في الفترة القادمة على مواجهة الأنظمة الاستبدادية في هذه المنطقة وأن ما كان يحدث من قبل من تهاون وتخازل لن يستمر في الفترة القادمة حفاظا على الأمن والاستقرار في هذه المنطقة وتأكيدا للزعامة الأمريكية في العالم هذه هي النظرية الأولى النظرية الثانية هو أن هناك انقساما دخل الإدارة الأمريكية بالفعل وأن الرئيس بايدن ليس قادرا على جمح جماح نانسي بلوسي التي جوزت الثمانين عاما من عمرها والتي تستعد الآن لمغادرة منصبها بعد الانتخابات القادمة في نوفمبر وبالتالي هي تريد إنهاء حياتها السياسية بمثل هذه المواقف التاريخية من أجل تتويج مسيرتها السياسية بغض النظر عامة قد يحدث من تدعيات استراتيجية ولكن سيد أحمد هل تريد سيدة بنوصي أنها حياتها سياسية بحرب عالمية ثالثة وباختلاق أزمة في منطقة محفوفة بالمخاطر والتهديدات سيد أحمد هل سمعت السؤال أنت كنت تتحدث عن مستقبل بلوسي سياسي أسمع سؤال جيدا تسمعني الآن نعم أسمع حضرت سأعود سؤال مرة أخرى سيد أحمد قنديل أنت تتحدث عن أن بلوسي تريد إنهاء حياتها السياسية بموقف تاريخي بشيء يمكن أن يضاف إلى تاريخ بلوسي سياسي ولكن هل ستغامر بلوسي باندناع حرب إقليمية أو على الأقل حرب عالمية ثالثة باستفزاز الصين وكوريا الشمالية هذا ما يبدو ماذا حققت زيارة بلوسي إلى تايوان في التسعتاشر ساعة التي قضتها هناك إلا مزيد من التوتر العسكري والعسكرة في هذه المنطقة وإجراء أكبر مناورات عسكرية في تاريخ الصين في مواجهة تايوان هذا الذي حققته الزيارة ما الذي تعهدت به الولايات المتحدة لتايوان من أجل منع وقوحها تحت مرمى نيران العسكرية الصينية والحصار التجاري والعقوبات الاتصادية الشديدة المتوقع فرضها عليها من جانب الصين خلال الفترة القادمة لا شيء هل تعهدت الإدارة الأمريكية بإرسال قوات عسكرية لتايوان من أجل الدفاع عنها لا هل تم تمرير قانون سياسة تايوان الذي قدمه الحزبين في الكونجرس في هذا العام من أجل تقديم 4.5 مليار دولار لتايوان من أجل دعم دفاعاتها العسكرية واقتصادها خلال الفترة القادمة لا وبالتالي لا توجد أي نتائج ملموسة لهذه الزيارة تصب في حرص بلوسي شخصيا على مستقبل تايوان بالعكس هذه الزيارة سوف تضر أهل تايوان 23 مليون نسمة بشكل كبير وهو ما بدأنا نلمسه في الحصار التجاري والبحري والمنورات العسكرية التي ستؤثر على الموانئ التايوانية وعلى خطوط التجارة التايوانية في المستقبل ولم نجد أي مردود إيجابي سوى الشوء الإعلامي والتقاط الصور في تايوبي من القيارة البحث في الشؤون الأسوية أحمد قنديل شكرا جزيلا لك أصدر وزراء خارجية رابطة دول الجروب شرقياسيا أسيان بيانا على هامش اجتماعات في العاصمة الكامبودية بنونبانا عبروا فيه عن بالغ قلقهم بسبب التقلبات على الساحتين الأقليمية والدولية واعتبروا أن التطورات الأخيرة سبب رئيسي في عدم الاستقرار في منطقة أسيان وحذروا من أن الحسابات الخاطئة قد تود لمواجهات خطيرة وصراعات مفتوحة بين القوى العظمى ودعا البيان جميع الأطراف لضبط النفس والتوقف عن الاستفزازات وأبدت المجموعة استعدادها لتسهيل الحوار والقيام بدور بناء تتابعون أيضا في هذه النشرة ولكن بعد قلق حركة طالبان تقول أنها تحقق في مزاعم بقتل زعيم تنظيم القاعدة في غارة أمريكية في كابول أهلا بكم من جديد أعلنت حركة طالبان أنها تحقق في مزاعم أمريكية على حد وصفها تتحلق بمقتل زعيم تنظيم القاعدة قال مسؤولون بالحركة بحسب وكالة رويترز إن طالبان لم تكن على علم بوجود الظواهر في كابول كان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن مقتل الظواهر في غارة أمريكية باستخدام طائرة مسيرة نفذت العملية في كابول في تطورات الأزمة السياسية في العراق أعلن رئيس التحالف تحالف الفتح هذه العامري تأييده لإجراء الانتخابات المبكرة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقال العامري في بيان الله إن الانتخابات السابقة شابتها الكثير من الشبهات والاعتراضات مؤكدا أن هذا يتطلب حوارا وطنيا شاملا من أجل تحديد موعد وآليات ومتطلبات إجرائها بالإضافة إلى توفير المناخات المناسبة لانتخابات حرة ونزيهة وشفافة تعيد ثقة المواطن في العملية السياسية أعلن رئيس التحالف سيادة خبيس الخنجر في تغريدة على حسابه على تويتر أيضا دعمه لخطاب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بإجراء انتخابات مبكرة وفق معايير جديدة وقوانين عادلة وقال إنه يدعم جميع الجهود المخلصة لإنقاذ العراق لمعالجة حالة الجمود السياسي التي عطلت الدولة ومصالح الشعب أما المتحدث باسم اتلاف النصر أحمد الوندي فاعتبر أن اختلاف وجهات النظر صحي وقال إن هناك توجها وطنيا لإعادة إجراء انتخابات أو لإقامة انتخابات مبكرة يعني في الحقيقة هي اختلاف وجهات النظر هو شيء صحي سواء كان داخل الإطار التنسيقي أو خارج لكن أنا أعتقد أن اليوم هناك سيل وطني انصح التعبير في الذهاب باتجاه انتخابات مبكرة اليوم هناك تأييد ضمني من الحزب الديمقراطي الكردستاني أيضا هناك تأييد من قبل القوى الغربية وقوى السنية في المحافظات الغربية وأيضا قوى شيعية مهمة أيضا مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة فاعتقد أن هناك سيل وطني باتجاه إعادة الانتخابات وتشكيل حكومة انتقالية أعتقد اليوم الإطار التنسيقي أغلب من هم موجودين به هم مؤيدون لهذه الفكرة لكن الباقون من لم يؤيد بشكل صريح هذا يحتاج إلى نقاش ويحتاج إلى تشارك في الرؤى من أجل أن يكون هناك موقف موحد وأعتقد أن الموقف موحد في الإطار ليس بالأمر الصعب وكان زعيم التيار الصدري دعا إلى مواصلة الاعتصام وعملية ديمقراطية ثورية سلمية تؤدي الانتخابات مبكرة بعد حل البرلمان شددا على أن العراقيين سائموا من الطبقة السياسية أنا على يقين أن أغلب الشعب قد سائم الطبقة الحاكمة برمتها بما فيها بعض المنتمين للتيار ولذلك استغلوا وجودي لإنهاء الفساد ولن يكون للوجوه القديمة مهما كان انتماؤها وجود بعد الآن إن شاء الله تعالى من خلال عملية ديمقراطية انتبهوا رجاء من خلال عملية ديمقراطية ثورية سلمية أولا ثم عملية ديمقراطية انتخابية مبكرة بعد حل البرلمان الحالي نستبع آخر التطورات مع زميل منتظر رشيدة أهلا بك منتظر مآخر المواقف السياسية فيما يتعلق بدعوة صدر الانتخابات مبكرة يعني لم تصدر اللافت محمد لم تصدر إلى الآن بيانات من قبل القوى السياسية الرئيسية نتحدث هنا عن الإطار التنسيقي وأيضا نتحدث عن القوى السنية ونتحدث عن القوى الكردية بيانات رسمية مفصلة توضح المواقف مما طرحها هو الصدر لا يوجد أي بيان حتى هذه اللحظة يبدو أن القوى السياسية تدرس آلية وكيفية اختيار بياناتها بعناية أما بالنسبة لي المواقف من قبل الشخصيات السياسية كانت واضحة كلها ترحب بالفكرة أن كانت مخرجا طبعا لهذه الأزمة وهي إجراء انتخابات مبكرة وحل البرلمان لكن آلية تنفيذ ما أراده الصدر تحتاج إلى حوار هذا ما يجري العمل عليه هذا ما يجري نقاشه هذا ما يجري دراسته إلى الآن الصدر لم يوضح ما إذا كان سينخرط في حوار للتحضير لمثل هذه الخطوة وهي حل البرلمان وإجراء الانتخابات بأي حكومة من هي الحكومة التي ستشرف على هذه الانتخابات بأي قانون ستجرى أيضا هل المفوضية ستبقى ذات المفوضية التي أشرف على الانتخابات الماضية كل هذه التفاصيل إلى الآن لا إجابة واضحة عنها في ظل ضبابية المشهد السياسي كيف هو الوضع على الشارع؟ هل خفت أو خفت زخم الاعتصابات وتظاهرات التي دعا إليها التيار الصدري وبعض القوى في الإطار التنسيغي أما زالت على حاله؟ يعني الإطار التنسيقي يراقب يستعد ربما لإصدار بيان مفصل حول ما طرحه الصدر قياداته أيضا لا يبدو أنها متفقة على كل ما صدر من بعض القيادات الأخرى نتحدث هنا عن هادي العامري نتحدث عن حيدر العبادي لكن بالنسبة لجمهور التيار الصدري ما يزال داخل مبنى البرلمان وفي محيطه يهيئ كل الظروف لإقامة صلاة الجمعة التي دعا إليها الصدر بعد هذه الصلاة ربما تصدر التعليمات إلى أنصار التيار الصدري بالمغادرة ربما لا ربما ينتظر الصدر مواقف القوى السياسية رسمياً إن وافقت إن قدمت ضمانات على حل البرلمان وإجراء الانتخابات ربما بعدها يقدم على خطوة دعوة جمهوره إلى مغادرة مبنى البرلمان حتى تنفيذ هذه الخطوة يحتاج إلى إخلاء مبنى البرلمان وإلا كيف سيجتمع البرلمان على حل نفسه أيضاً هناك مسائل وقضايا قانونية تحتاج إلى قرار من المحكمة الاتحادية للبت فيها أيضاً هناك تفاصيل كثيرة جداً تحتاج إلى توضيح كل هذا يحتاج إلى حوار هذا الحوار إلى الآن لا توجد لا آلية ولا أرضية لإجرائه حتى هذه اللحظة إذن صلاة الجمعة من البرلمان العراقي اليوم في بغداد منتظر رشيد شكراً جزيلاً لك أو غداً تحديداً كما شرم رسلنا من بغداد أيضاً ينضم إلينا من بغداد المحلل السياسي فلاح الذهبي سيد فلاح أهلاً وسهلاً بك إلى هذه النشرة هل هي محاولة لاستقطاب الشارع العراقي فيما يتعلق بانتخابات مبكرة والحديث عن وجود قوة سياسية كما دعا الصدر ودعا الاتجاه المقابل أيضاً بعض التيارات المنضوية تحت لطار التنسيقي تحية طيبة لك أخي محمد في الحقيقة يبدو أن دائماً المبادئة بيد سيد مقتدى الصدر والإطار التنسيقي يستقبل ما يقوله يرفض في البدء ثم سرعان ما تلوح موافقته عبر رؤوس في الإطار التنسيقي وهذا يدل على أن الإطار التنسيقي غير متفق بالكامل على آليات محددة لا يتوجد لديه بوصل متفق عليها للتعاطي مع ما يقوم به سيد الصدر الذي يستبدل استراتيجياته في استخدام الشارع يوماً بعد آخر ويستخدمه للضغط كما كان الإطار يستخدم الثذ المعطل واضح من البيانات التي خرجت من الإطار التنسيقي رداً على ما قاله السيد الصدر يدل على أن هناك خلافات وبتقديراتي الخلاف الأساسي هو السيد المالكي صاحب المقاعد الأكبر في الإطار التنسيقي ويعتقد وهو متأكد من أنه هو المستهدف من قبل السيد الصدر في كل ما يجري الآن على الساحة ما طرحه السيد الصدر حقيقة يحتاج فيه كثير من الأسئلة تحتاج إلى أجوبة ولكن يبدو أنه هو يريد هذه كل النقاط التي تحدث فيها أن تنزل في سلة واحدة لكن هل سيبقى نفس القانون الذي لم يرضى عنه الإطار التنسيقي بالتأكيد سيعترضون إذا ضغط ربما يكون تعديل بسيط في هذا الأمر هل ستبقى حكومة السيد الكاظمي تصريف أعمال وتشرف على الانتخابات ربما هذا لا يرضى عنه أيضا الإطار التنسيقي لأنهم يعتقدون أن حكومة السيد الكاظمي ساهمت في خسارتهم على الرغم من أنهم هم الذين صوتوا على قانون الانتخابات السابق وخسروا فيه ومراهنة السيد الصدر الآن حقيقة يراهن على أن الحرس القديم في العملية السياسية ما عاد له شارع يدعمه أسباب هي الفساد وما قامت به هذه القوى السياسية طوال فترة الماضية أنا في تصوري أن حليف السيد الصدر السيد مسعود البارزاني بعد حوارات كثيرة يبدو لجأ إلى فكرة مبادرته أن يلم شمل العملية السياسية في داخل أقليم كردستان كما كانت العادة سابقا وأيضا هو الطوق نجات أيضا لأقليم كردستان لأن الخلافات محمقة فيما يتعلق بقضية رئيسة تأشرتنا الخلافات سيد فلاح إلى الكثير من التساؤلات ولكن هل يحتمل الوضع العراقي المزيد من التأجيل فيما يتعلق بعدم الوصول إلى حل كان العراقيون يتفاعلون بأن تفتح الانتخابات الأخيرة مستقبلا جديدا للعراقيين ولكن يبدو بأن الحال السياسي لا زال على حاله ويفتح على المزيد من الاحتمالات مستقبلا يعني أخي محمد ليس كل المتظاهرين هم من الإطار التنسيقي كل المتذمرين من العملية السياسية نخبان وناس عاديين كلهم كارهون للطبق السياسي التي حكمت حتى موقفهم من البرلمان العراقي كان واضحا من خلال الصور لو تلاحظ طبيعة الصور التي أخذها الشباب لأن البرلمان العراقي منذ 2005 أول برلمان وحتى هذه اللحظة حقيقة لم ينتج شيئا بصالح الناس ولو نراجع القرارات المتخذة لا يتوجد قرارات حقيقية تمس يوميات المواطن العراقي بل الموازنة أحيانا تتأخر كثيرا بسبب المناكفات فيما بينهم ويكلفون الميزانية العراق أكثر ما يكلفها طلبة المدارس أو بناء مدارس أو موضوع الكهرباء موضوع التصحر فبالتالي الطبقة السياسية كلها غير مرضي عنها أعتقد استمرار ضغط السيد الصدر سيجبر الآخرين على الإسراع في كثير من المفاصل التي تحدث بها من بغداد المحال السياسي فلاحظ بهبي شكرا جزيلا لك أفاد مراسل العربية بوجود قصف روسي عنيف على بلدات حول دوناتسك يتمركز فيها الجيش الأوكراني وأوضح مراسلنا أن أوكرانيا تعمل على إجلاء المدنيين من دوناتسك باتجاه غرب أوكرانيا في ليفيف واتشانيهيف وشار مراسل العربية إلى أن الانفصاليين في أوكرانيا يطوقون مدنا وملدات متاخمة لدوناتسك من دوناتسك انضم إلينا زمير رائد الأخبر أهلا بك رائد مآخر تطورات الميدانية لديك خاصة في ظل الماء الحديث عن قصف على المناطق المجاورة لدوناتسك نعم محمد نهاركم طيب بالفعل ونحن نستعد لإخراج هذا اللايف في هذه الدقائق سقطت في نفس المكان قذيفة وكنا بعيدين أمتار عديدة نوجه الكاميرا إلى مكان القصف هذا المكان الذي نتواجد فيه بشكل يومي لإخراج اللايف سقطت قذيفة من عيار 155 الجانب الأوكراني يستهدف قلب العاصمة دانيتسك بعد الهجوم العنيف الذي يوجهه الجيش الروسي على المدن المتاخمة لمدينة دانيتسك وبالفعل دخل الجيش الروسي إلى بعض البلدات مثل بلدة بيسكي ومارينكا ويحاول تطويق المدن الأخرى مثل أفديفكا وكراسناكوروفكا وهناك معارك عنيفة بالفعل من الصباح الباكر والقصف المتبادل الشرس جدا والذي خلف قتل منذ الصباح حتى الآن هنا قتلين وعشرات الإصابات عند جانب الأوكراني لا أعلم عدد الإصابات لكن العمليات العسكرية وصلت مستوى عنيف جدا في هذه الأيام مع وصول الإمدادات العسكرية الروسية من أجل التمدد وإطباق السيطرة الكاملة على محيط دانيتسك أشكر لك شجاعتك رايد ولكن هل تعرضتم لأي إصابات أنتم أو الصحفيين المتواجدين في هذا المكان بعد هذا القصف الذي تعرضت لها المنطقة التي كنتم تستعدون لإرسال التقرير اليوم منها أشكرك محمد الحمد لله نحن بخير أنا وفريق العمل ونغطي الأحداث بكل شجاعة بفضل من الله عز وجل نحن ننقل الخبر والصورة كما هي في آنها ونحاول أن نكون في مقدمة الصحفيين الذين يلقون بالعمل مع قناتي العربية والحدث طيب هناك نقطتان مهمة لابد من الإشارة إليهما بأن القصف ربما متبادل هناك قصف أوكراني على عاصمة دانيتسك في هذه المنطقة التي تتواجد فيها الآن رايد أيضا هناك قصف تحدثت عنها لما قصف روسي للمناطق الأوكرانية المحاذية للمدينة كيف هي المعلومات من الجانب الآخر خاصة في ظل الحديث عن إجلال كثير من المدنيين جراء القصف المتبادل دعني أحدثك بالفعل عن آخر التطورات محمد العمليات العسكرية الروسية أصبحت وطيرتها متصاعدة جدا ووصلت إمدادات عسكرية بالعتاد وبالإمدادات البشرية إلى منطقة دانيتسك بعد إصرار الجانب الروسي على إكمال السيطرة على كامل دنباس بعد إطباق السيطرة على أول مقاطعة وهي لوغانسك يريد الجانب الروسي أن يكمل السيطرة حتى نهاية سبتمبر على مقاطعة دانيتسك لذلك بدأ العمل الفعلي وأعمال عسكرية كبيرة جدا يعني الجانب الروسي ينفذ عمليات أكبر بكثير من التي تنفذ هنا في دانيتسك لأن إمكانيات القوات الأوكرانية أضعف بكثير هذا من جانب والجانب الآخر دعوة الرئيس زيلنسك الرئيس الأوكراني جميع المواطنين والقوات العسكرية للانسحاب من منطقة دانيتسك لعلمه بأن العملية العسكرية ستكون كبيرة جدا وبالفعل بدأ المواطنون الأوكرانيون ينتقلون إلى مدن الأقرب أولا مثل كراماتورسك وسلافيانسك ومن ثم الانتقال إلى غرب أوكرانيا إلى ليفيف وإلى أيضا مدينة شرنيغف بالفعل هناك حراك عسكري ومن المحتمل خلال الأيام القريبة أن يكمل الانفصاليون سيطرتهم على المدن والقرى المتاخمة وهي أربعة كما تحدثنا أفديفكا ومارينكا وبيسكي الانفصاليين الآن في وسط بيسكي يقاتلون والقوات الأوكرانية تنسحب لكن عندهم مراكز عسكرية أيضا تقصف المدينة طيب إذن قتل وجرح في قصف على دوناتسك كما تبعنا مع الزمير رايد الأغبر الذي يتواجد حاليا في منطقة تعرضت للقصف كما نشاهد الآن على شاشة العربية من قبل القوات الأوكرانية ما أدى إلى بقتل وإصابة عدد غير نعلوم حتى الآن من الأشخاص شكرا رايد ووسط مخاوف من استعداد موسكو لهجوم جديد جنوب البلاد صرحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية بأن القوات الروسية منخرطة في نشاط عسكري كبير إذ تطلق النار من الدبابات وتشن قصفا مدفعيا في عدة أجزاء من أوكرانيا وحسب تصريحات لحاكم منطقة سومي على الحدود مع روسيا فإن ثلاثة بلدات تعرضت لقصف القوات الروسية والتي أطلقت خمسة وخمسين صاروخا في المجمل وثماني قذائف مدفعية أما مدينة نيكا بول التي تقع إلى الغرب من زاباروجيا فقد تعرضت للقصف خلال الليل وبحسب رئاسة الأوكرانية فإن الهدف الرئيسي للهجوم الروسي في الشرق كان إجبار أوكرانيا على صرف انتباه القوات عن المنطقة التي تشكل خطرا حقيقيا وهي زاباروجيا سياسيا أعلن الرئيس الأوكراني فلادمير جلنسكي رغبة بلاده في إجراء محادثات مباشرة مع الصين سعيا لوقف الحرب مع روسيا حسب صحيفة مورنينج بوست الصينية قال زلنسكي إن الصين دولة قوية للغاية ويمكنها استخدام تأثيرها سياسيا واقتصاديا على روسيا قال وزير الخارجية الأوكراني ديبيترو كوليبا إن سفنا أخرى تحمل شحنات حبوب أوكرانية جاهزة للمغادرة وذلك بعد خروج أول سفينة محملة بالحبوب من موانئ البلاد مؤخرا وذكر كوليبا أنه إذا أوفت روسيا بالتزاماتها بموجب مبادرة الحبوب التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اسطنبول لشهر الماضي فستصل هذه الشحنات للعملاء إلى جانب وتساهم في الحد من ارتفاع أسعار الغذاء مؤكدا أيضا على أن بلاده تظل ملتزمة بمواجهة الطراب بأمن الغذاء عالميا صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي داعما بقوة توسع التحالف صوت خمسة وتسعون سيناتورا مقابل صوت واحد لصالح انضمام الدولتين مما يجعل الولايات المتحدة في المرتبة الثالثة والعشرين من بين ثلاثين دولة في النيتو تصادق على انضمامهما رسميا حتى الآن بعد أن وافقت إيطاليا عليها في وقت سابق وفرنسا أيضا يوم الثلاثة اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن تصويت مجلس الشيوخ الذي أقر بأغلبية ساحقة الموافقة على طلب فنلندا وسويد مؤشرا على التزام واشنطن تجاه الحلف وقال بايدن إنه يتطلع إلى التوقيع على بروتوكول انضمام سويد وفنلندا لحلف شمال الأطلسي هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل صحيفة الصين تطلق صواريخ باتجاه شرق تايوان ضمن مناورات واسعة والجيش التايواني يؤكد استعداده للحرب دون السعي إليه أحزاب وكتل برلمانية عراقية تدعم دعوة الصدر لإجراء انتخابات مبكرة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تستانف اليوم في فيينا وواشنطن لا تتوقع تقدما وكييف تتحدث عن استعداد روسي لهجوم جديد جنوب أوكرانيا وانفصالي دونتسك يعلنون التقدم شرق البلاد أهلا بكم مجددا يستانف مسؤولون كبار من إيران والولايات المتحدة محادثاتهم في فيينا اليوم بشأن أحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 حسب تصريحات دبلوماسية قال المبعوث الأمريكي الخاص لإيران روبرت مالي إنه يستعد لسفر إلى فيينا لكنه أوضح أنه لا يتوقع إحراز تقدم كبير في المباحثات بحسن نية لكن بسقف توقعات منخفض أو متواضع أمام برنامج نووي إيراني طموح وعدائي تذهب واشنطن عبر ممثلها روبرت مالي إلى فيينا في مسعى لإحياء الاتفاق النووي الذي تم إبرامه في عام 2015 لكن العودة إلى فيينا بعد فشل جولة الدوحة في شهر يونيو الماضي تحمل تساؤلات عدة عن أي اتفاق سيتم إحياؤه فإيران لم تكتفي بتقويض الاتفاق النووي وفق الوكالة الدولية بل لجأت إلى خطوات نقلت برنامجها النووي إلى مستويات متقدمة عبر ضخ الغازي في مئات أجهزة الطرد المركزية من الجيل الجديد وتقييد عمل المفتشين الدوليين والحيلولة دون أي رقابة على المنشآت النووية ووقف تشغيل كاميرات المراقبة إلى جانب منع نقل البيانات إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والأهم وهو فشل إيران في توفير إجابات عن أثار اليورانيوم في عدد من المنشآت النووية وإحجامها أيضا عن تقديم إضاحات عن طبيعة البعد العسكري في منشآت مغلقة أهمها منشآة فوردو لكن الأوروبيين وإن غابوا عن الجولة فمقترحاتهم حاضرة على الطاولة مسؤول المفاوضات إنريكي مورا أشار إلى أن المحادثات ستركز على أحدث مسودة قدمها مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل جهد أوروبي تدعمه واشنطن التي تراهن بدورها على الوقت وإن كان سينفذ لمعرفة مدى استعداد إيران لعقد الاتفاق بانتظار ما ستسفر عنه جولة فيينا الأكيد أن نافذة التوصل إلى اتفاق بين إيران والولايات المتحدة باتت ضيقة جدا وخصوصا أن التساؤل الأساسي هو أي اتفاق نووي سيتم إحياؤه بعد أن قلصت إيران المسافة نحو قنبلة نووية تقول إنها قادرة على بلوغها لكن لا تريدها أكدت صحيفة وولد سريت جورنال أن إيران تخلت عن مطلبها رفع الحرس الثوري من قوائم الإرهاب وتريد ضمانات قوية بأن واشنطن لن تنسحب من الاتفاق النووي وفاد مسؤول عربي أو غربي بأنه قد يتم التوصل لاتفاق في فيينا نهاية هذا الأسبوع يتضم إلينا من بيروت الدكتور خطار أبو دياب البحث في العلاقات الدولية هل هناك تفاؤل بالفعل سيد خطار بأن التوصل إلى اتفاق جديد بشأن العودة لاتفاق 2015 سيتم نهاية هذا الأسبوع خاصة بعد تخلي إيران عن مرفع الحرس الثوري عن قائمة الإرهاب تحياتي لك ولفريق العمل في قناة العربية ولكل من يتابعنا المسألة هي ليست التفاؤل أو تشاؤم إذا استندنا إلى التجارب منذ استناف المباحثات في إبريل نيسان 2021 والدوران في حلقة مفرغة وأيضا جولة الدوحة الأخيرة نعلم جيدا أن الجانب الأوروبي الذي أصر على إعادة المفاوضات إلى فيينا عنده شيء جديد وربما الشيء الجديد هو الذي كشفتم عنه أن إيران تتخلى ظاهريا عن رفع العكوبات على الحرس الثوري لكنها ستنال رفع العكوبات عن مؤسسات لها علاقة بالحرس الثوري أي العصب الاقتصادي للحرس الثوري مثل مؤسسة خاتم الأنبياء أو جهاد البناء ولذلك المسألة الأخرى هي الأكثر تعقيدا في الأساس إيران منذ عودة الحرم إلى قلب أوروبا ومع ارتفاع أسعار النفط ترفست اقتصاديا ومن ناحية أخرى هي تخشى من نجاح الحزب الجمهوري في الانتخابات المصفية أي ليس هناك استمرارية في الولايات المتحدة الأمريكية وهناك وضع داخلي كما ترون مضطرف في إيران حتى هناك كلام عن صحة المرشد ولذلك إيران تناور تماطم برأي مسألة الضمان الأمريكي غير موجود لأن اللعبة الديمقراطية تجبر رؤية المتحدة في حال أعطاء ضمانة أن يكون هناك معاهدة هل ستوقع يوقع الكونغريس على هكذا معاهدة هل سيوقع مجلس الشورى الإيراني على هكذا معاهدة هذا هناك شكوك كبيرة حول ذلك الأرجح في أقصى حالة سيناريوهات التفاؤل إذا تم التوافق سيتم على اتفاق مؤقت لمدة السنتين تجمد إيران نشطاتها تعيد التعاون مع الوكالة الدولية ترفع عنها العقوبات بانتظار ما سيجري لاحقا ولكن برأيي العودة الحرفية إلى الخطة العمل الشامي لعام 2015 كما شرحتم في تقريركم أصبح ذلك وراءنا وإيران هي دولة على حافة العطبة النووية كما يعترف مدير الوكالة الدولية للطاقة النووية إذن لعبة الهرولة الأوروبية ولعبة التسامح الأمريكي طالت طالت مع إيران وهذا أمر مقصود برأيي هناك نوع من ترك إيران في موقع ابتزازي لجوارها لغاية في نفسي عقوب لغاية في نفسي عقوب ولكن بشكله وبآخر استفادت طهران كثيرا من سحاب رئيس ترمب من اتفاق 2015 كما شرط أصبحت قابقا وسينا ودنا من الوصول إلى السلاح النووي أو للتخصيب الذي يكفيها لصناعة كمبولة نووية هل ستتراجع إيران عن الحصول على سلاح ردع نووي خاصة في هذه المرحلة؟ يعني عندما تصل إيران إلى هذه النقطة هي تملك إلى المقومات الوصول إلى السلاح النووي عندما يتخذ القرار السياسي الأخطر أنه إذا عقد اتفاق من دون تجريد إيران من هذه الإمكانيات التي اتسبتها بتعدم احترام الاتفاقيات وبعدم احترام التزاماتها ضمن الوكالة الدولية للطاقة النووية مع الجو الدولي المحتدم من أوكرانيا إلى تايوان أشك كثيرا بأن احتمالات الاتفاق كبيرة لأن كل فريق إن كان الفريق الأمريكي الغربي أو الفريق الروسي الصيني يتصارعان أيضا حول إيران وحول تموضع إيران كل هذا سيعقد مهمة الأوروبيين الذين هم يحركون الخيود في فيننا اليوم لمحاولة الوصول حتى إلى شبه اتفاق أو اتفاق مؤقت كما أسرفت وعطيت رأيه من بيروت دكتور خطار أبو دياب الباحث في العلاقات الدولية شكرا جزيلا لك الآن لنا وقفة اقتصادية مرة أخرى مع زميلة ناديل إليك ناديل شكرا محمد أهلا وسهلا بكم مشاهدينا لنلقي نظرة على تدولات الأسواق الخليجية اليوم الصورة انعكست صباحا كنا نتحدث عن إيجابية عادة السوق وعكست اتجاهها رغم أن الأسواق العالمية فيها ارتفاع وولستريت أغلقت على ارتفاعات مساء يوم أمس صباحا اليوم آسيا على ارتفاع مع انتهاء زيارة بلوسي إلى تايوان ولكن لا ننسى أن أسعار النفط خسيرة أربعة بالمئة يوم أمس وتواصل تسجيل التراجعات مع أرقام اقتصادية سلبية صادرة اليوم من ألمانيا هلأ رجعت شوي للارتفاع كانت بالأحمر قبل قليل نايمكس تحت الـ 91 دولار وخامبران تحت الـ 97 دولار لنبدأ بنظرة على الأسواق في المنطقة فإذا نبدأ من قطر هذه الأسهم الأكثر نشاطا في السوق القطرية أزدان على ارتفاع اليوم شركة قطر لصناعة الألومنم والسلام العالمية هذه الأسهم الأنشط بالسوق القطرية QNB من القيادية اليوم على تراجع صناعة قطر أيضا على تراجع وريان مصرف الريان على تراجع في قطر بينما بروة العقارية تسجل بعض الارتفاع نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا بالقيمة في دبي دبي إشارة إلى أن ديوا تم عليها صفقات خاصة اليوم على سهم ديوا نشوفها الأنشط وعليها ارتفاع بـ 18 نقطة مئوية 39 مليون سهم تم تنفيذها بصفقات خاصة على سعر درهمين 53 فلس يتداول السهم الآن على درهمين 55 فلس ملفت تراجع اليوم على القيادية أعمار دبي الإسلامي أمرتس NBD كلها باللون الأحمر تجني أرباح من بعض ارتفاعات لأيام الماضية بأبوظبيل أكثر تداولا العالمية القابضة وهما على ارتفاع فبأبوظبيل أول يتراجع اليوم بواحد بالمئة ألف ضبي على تراجع وأدنك للتوزيع على تراجع بأبوظبيع منتبع اسهم أمانات القابضة التي أعلنت عن تراجع 83 بالمئة بأرباح ربع الثاني عذرا نهي بدبي تراجع 83 بالمئة بأرباح ربع الثاني وأدنك للحفر بأبوظبيع منتبع من بعض ما فازت بعقدين مدة كل منهما 15 سنة من أدنك أوفشور للدريلينج أوفشور بأمارة أبوظبي هذا بيرفع قدرة أدنك الانتاجية إلى 5 مليون برميل في اليوم بالعام 2030 ويجعل الإمارات مكتفية ذاتيا من حيث الغاز أدنك للحفر اليوم على تراجع بربع نقطة مئوية انتقالا إلى سوق أخرى خلنا نرى السوق الكويتية هذه الاستثمارات الوطنية بالكويت سهمها على تراجع بواحد وربع بالمئة من بعد ما سجلت خسارة بربع الثاني بثلاثة ونصف مليون دينار مقارنة مع أرباح 11.3 مليون دينار بربع الثاني من العام الماضي واضح أن الاستثمارات عندها فيها تراجع وهذه الأسهم الأكثر تدولا بالقيمة بالكويت نرى تباين على البنوك بيتك على ارتفاع وطني على تراجع أجلة متراجعة انتهت من صفقة الاستحواذ على جون منزس واليوم إلغاء دراج أسهم جون منزس ببورصة لندن جيفيتش ومشاريع الكويت القابدة على ارتفاع أخيرا إلى السعودية حيث كنا أيضا على بعض التباين بمطلع الجلسة افتتح السوق على ارتفاع رجع للتراجع الآن الأكثر تدولا بالقيمة بالسعودية السيسي بحر العرب شركة صدر للخدمات اللوجيسية سابق والراشحي ولاحظوا التباين سابق على تراجع الراشحي على بعض الارتفاع نكتفي بهذا القدر للآن أن أعود وألقاكم ضمن برنامج الأسواق العربية مع المزيد من التفاصيل حول كل هذه الأخبار وأيضا أخبار الأسواق العالمية عود إليك محمد لان شكرا نديم يحيي لبنان اليوم الذكرى الثانية لانفجار مرفأ بيروت وذلك فيما لا يزال أهل الضحايا يطالبون بالعدالة ومحاسبة المسؤولين عن الحادثة خبراء مستقلون من الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دعوا مجلس حقوق الإنسان إلى إطلاق تحقيق دولي حول الحادثة وشاروا في بيران مشترك لأن هذه المساء شكلت واحدة من أكبر الانفجارات غير النووية في الذاكرة الحديثة ومع ذلك لم يفعل العالم شيئا لمعرفة سبب حصولها يذكر أن التحقيق المحلي الذي يقوده القاضي طارق البطار لم يتوصل إلى نتائج بعد ويؤجج تعليق التحقيق منذ نهاية عشرين وواحد وعشرين غضب الأهل أكثر من ثلاثمائة جريح تركهم انفجار بيروت عاجزين عن الحركة دون أي تعويض من الدولة اللبنانية وبين المصابين ضحايا لم يغادر المستشفيات حتى اليوم لليان شعيتو واحدة منهم كانت في غيبوبة كاملة وبدأت تستجيب مؤخرا لعائلتها لكن الزوج الذي حرم من رؤية طفلها كان الذي حرمها من رؤية طفلها كان أشد قسوة عليها من الانفجار على سرير صغير لم تفارقه منذ عامين تخوض لليان شعيت معركة تلو الأخرى فاجأت الأطباء باستفاقتها من غيبوبة دخلتها بعد انفجار المرفأ لكن هذه المعركة رغم صعوبتها تبدو الأسهل أمام حرماني أم من طفلها واختطافه من قبل الزوج وعائلته فلم تجد عائلة لليان وبمشورة من الأطباء النفسيين سوى استبدال ابنها بدمية أما الزوج فيبرر جرم إبعاد طفل عن والدة تستمد منه القوة بأنها فاقدة للوعي والأهلية لكن لليان تجاوبت معنا عندما تحدثت إليها رمقتني بنظرات ثاقبة وشدت على يدي عندما طلبت منها ذلك كإشارة بأنها غير من زعجة من حضوري وعندما غادرنا لوحت لنا لتودعنا بعد أن أخبرناها بأن قضيتها أصبحت قضية وطن ورأي عام هي عم بتقامم وهي تمسك بالحياة كرمال ابنها من لحظة ما كانت بالكومة هي تشد على إيدي لما قال لها أنا علي ناطري كانت هي عم بتشد على إيدي وهي فتحت عيونها كرمال علي لليان قالت أول كلمة ماما من وراء اللعب اللي نحنا سميناها علي قالت ماما حكيت لليان وإن شاء الله بتحكي وبتصير أحسن لليان لو أخذت علاجها من فعلا سافرت من سنتين للمركز اللي هو مختص بحالتها كانت هلأ بتمشي وبتحكي وكانت قدرت حدا نتعالي قصص المقاسي التي خلفها انفجار المرفأ تعيش في زوايا بيروت سالم أيضا يتمدد على سريره منذ عامين بعد أن شلت حركته وفقد ذاكرته ليصبح منسيا من قبر دولة تسببت بالانفجار لا معيل له سوى شقيق عاطل عن العمل لا توجد إحصائيات دقيقة عن الضحايا المعوقين لكن عددهم يفوق الثلاثمئة يقبعون في منازلهم بعد أن سلمهم الانفجار الحياة كما عرفوها فتخلت عنهم وزارة الصحة وسط أزمة لبنان الاقتصادية والاستشفائية غنوية تيم العربية بيروت إذن وبعد التفاول الحذر بالتوصل للانتفاق بشأن برنامج طهران النووي إيران تقول إنها لم تتخلى عن مطالبها برفع الحارس الثوري من قائمة الإرهاب كما تشاهدون على عواجل العربية صرح خبراء قانونيون بأن شركة تويتر تحاول إثبات أن إيلون ماسك سعى للانسحاب عن تمويل صفقة استحواذه عليها والبال غاربعة واربعين مليار دولار وأنها تتحرى أيضا لمعرفة الدافع وراء هذا التراجع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة أيضا في هذه النشرة أظهرت صور وبث مباشر حمما ودخانا إذا صعدوا من جبل باقراد السبيال بالقرب من راكيا فيك عاصمة أسلندا الذي شهد العام الماضي ثوارانا استمر ستة أشهر اشتركوا في القناة الختام تذكير بالعواني في العنوين صين تطلق صواريخ باتجاه شرق تايوان ضمن مناورات واسعة والجيش تايواني واكد استعداده للحرب دون السعي إليه حزاب وكتل برلمانية عراقية تدعم دعوة الصدق لإجراء انتخابات مبكرة مفاوضات إحياء الاتفاق النووي تستانف اليوم في فيينا وواشنطن لا تتوقع تقدما وكييف تتحدث عن استعداد روسي لهجوم جديد جنوب أوكرانيا وانفصالي دونتك يعلنون تقدم شرق البلد إلى اللقاء